في الثلاثين من حزيران عام 1920 وبعد نحو ثلاث سنوات على الاحتلال البريطاني لعراق في أذار من عام 17 بقيادة الجنرال مود وتصريحه الشهير بقوله جئنا محررين لا فاتحين انتفض شعب العراق من شماله إلى جنوبه بثورة وطنية عارمة ضد الوجود العسكري لبريطاني عرفت لاحقا بثورة العشرين والتي أسست للوعي الوطني العراقي في التاريخ المعاصر كانت شرارة الثورة الأولى في بغداد صيف عام عشرين بمظاهرات شعبية ضد الاحتلال البريطاني ثم امتدت إلى الفرات الأوسط لتتحول إلى ثورة مسلحة بالأسلحة البدائية التي آذت الجيوش البريطانية في معارك عدة مشهودة كالرارنجية والدغارة والعارضيات وتلعفر والرماثة والجسر وغيرها قتل فيها المئات من جنود وضباط الجيش البريطاني كانت هناك أسباب عديدة لانطلاق ثورة العشرين منها إعلان معاهدة سار ريمون في إيطاليا في الخامس والعشرين من نيسان عام عشرين والتي وضعت العراق تحت الانتداب البريطاني وكذلك الانتهاكات البريطانية العسكرية المحتلة للعراق والسياسات القمعية للاحتلال وإجبار السكان على العمل في السخرة وإصرار الحكام البريطانيين على إخضاع العراق إلى الإدارة البريطانية المنتدبة ناهيك عن تزوير إرادة الشعب العراقي في استفتاء عامي ثمانية عشر والتسعة عشر أما قيام الحاكم الإنجليزي لتشمن بإهانة شيخ قبيلة زوبع الشيخ ظاري المحمود ومن ثم مقتل لتشمن فقد حولها إلى ثورة مسلحة في كل محافظات العراق وما أشبه واقع العراق اليوم بماضيه حيث يرزح البلد تحت الاحتلالين الأمريكي والإيراني وعمليتهم السياسية احتلالان جوبها بمثل ما جوبها به الاحتلال البريطاني من مقاومة وطنية مسلحة منذ اليوم الأول للغزو الأمريكي ثم بانتفاضات شعبية عارمة أبرزها ثورة الخامس والعشرين من شباط عام 2011 ثم الاعتصامات السلمية في المحافظات المنتفضة نهاية عام 2012 وتظاهرات البصرة عام 2018 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر